أهلاً وصفتنا اللذي يحبون التشيز كيك فيدي اليوم رح أشارككم طريقة تشيز كيك الشفان والقرانولا طريقتها جداً سهلة وسريعة ولذيذة ضروري يجربونها قبل أن نبدأ وصفتنا اللذيذة اليوم لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الدرس ويلا نبدأ في البداية رح نجهز القاعدة رح نحتاج كوب بسكوت شاي مطحون ورح نضيف عليه نصف كوب شفان حبة كاملة من هنا رح نضحن طحن خشنة ورح نقلبهم زين ورح نضيف عليهم نصف كوب حليب سايل ومية جرام زبدة ونقلب المقادير كلها زي مع بعض لما تطع معانب هذا القوام رح نوزح البسكوت بصينية الميني تشيز كيك إذا موتوا فرع عندكم تبدون تستخدمون صينية بايريكس ورح ندخلها ثلاجة ونبدأ نجهز مقادير الطبقة الثانية رح نحتاج 300 جرام أو 350 جرام جبنة كريمية ورح نضيف عليها ثلاث بيضات نصف كوب سكر وآخر مكون عندنا رح يكون ملعقة شاي بانيلا سايلة رح نقلب المقادير كلها زي مع بعض لما تطلع معانب هذا القوام ورح نوزحها بصينية الميني تشيز كيك الجزء الأول رح أضيف عليه حبات التوت البري ممكن تستخدمون الفرش أو ممكن تستخدمون المجمد الجزء الثاني رح أضيف عليه مربة توت والجزء الأخير رح أخلي الجزء اللي أضفت عليه مربة توت رح أضيف عليه غرانولا لذة التوت من هنا والجزء اللي أضفت عليه التوت رح أضيف عليه غرانولا للفواكه من هنا وآخر جزء عندنا رح نضيف عليه غرانولا للمكسرات من هنا طبعا الحشوات اختيارية تقدرون تستخدمون مثلا قطع التمر أو أي نوع من الفواكه تحبونها وبكذا نكون خلصنا ورح ندخلها للفرن على حرارة 180 المدة 25 إلى 30 دقيقة وعلى حسب حجم الصينية عندكم رح نتركها شوي تبرد وبعدها رح نطلعها من القوالب ورح نزينها بشكراتها البيضة ووصفتنا اللذيذة سارة جاهزة خلونا نجربها مع بعض جدا سهلة وسريعة ولذيذة ضروري تجربونها وبالعافية عليكم يا رب إذا حبيتوا وصفتنا اللذيذة اليوم لا تنسونا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وأشوفكم بلوصفات الجاية إن شاء الله